السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سأريكم الطريقة الصحيحة لاختيار الفئة أو الكاتيجوري الملائمة لكتبنا وذلك بالتجسس على المنافسين ومعرفة الكاتيجوريز التي اختاروها لكتبهم التي ننافسها وبذلك سنضمن إن شاء الله زيارات كبيرة لكتبنا وكذلك الحصول على مبيعات جد محترمة إذن على بركة الله إذن إخواني إن كان النيتش الذي أشتغل عليه هو الكولورين بوك ثم كان أحد المنافسين يحقق مبيعات كبيرة في الكتاب الخاص به وأردت أن أنافسه فبعد إنهاء الكتاب وعند محاولة رفع الكتاب الخاص به فعلي أن أختار نفس الكاتيجوريز التي اختارها الكاتب لهذا الكتاب حتى يكون لحضوض كبيرة لمنافسته وأخذ بعض المبيعات على حساب الكتاب الخاص به إذن إخواني هذا هو الكتاب الذي سأطبق عليه العملية أو الطريقة التي أتبعها فأقوم بالنزول فهناك طريقتين فبالنسبة للكاتيجوريز التي اختارها الكاتب لهذا الكتاب فهنا نجد هذه هي الفئات الأربعة أو الكاتيجوريز الأربعة وكذلك إن لم تكن لديك هذه الإكستنسيون التي ترك هذه الكاتيجوريز يمكنك النزول إلى الأسفل ثم من هنا ستلاحظ بأن هذا الكتاب رفع على ثلاث فئات أو ثلاث كاتيجوريز إذن كيف يمكننا أن نشاهد جميع الفئات التي اختارها هذا الكاتب أو كيف يمكننا الوصول إلى المكان الصحيح لهذه الكاتيجوريز فالطريقة سهلة جدا أقوم الآن بالعودة إلى الكتاب ثم أختار الأسين الخاص به أقوم بنسخه ثم بعدها أتوجه إلى هذا الموقع الرائع فبالنسبة لربط هذا الموقع سأقوم برفعه لكم في وصف هذا الفيديو إذن عند الدخول إلى الموقع أقوم باختيار بوك كاتيجوري تول ثم أقوم بنزول إلى الأسفل وأضع الأسين الخاص بالكتاب المنافس بعدها أقوم بالبحث إذن إخواني هنا الموقع يعرض علينا جميع الكاتيجوريز التي اختارها الكاتب لهذا الكتاب الخاص وهنا سيتير انتباهكم أن هذا الكاتب اختار ستة خانات أو ستة كاتيجوري خاصة لكتابه وهذا لا يمكن بالنسبة لأمازون كدبي كما اعتدنا فأمازون تتيح لنا فقط مكانين أو اختيارين لكن إن أردتم إخواني أن أريكم هذه الطريقة كيف تضيف فئات أو كاتيجوريز أخرى لكتابك فيمكنكم وضعها في التعليق الخاصة بهذا الفيديو إن وجدت أن هناك اهتمام فسوف أقوم بشرح فيديو آخر عن الطريقة التي تخول لكم وضع أكثر من كاتيجوريز لكتابكم وهذا حتى لا أطيل في هذا الفيديو إذن نعود إلى شرحنا فهنا مثلا لدينا الكاتيجوري الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هنا قام الكاتب بوضعه في Children's Painting Books والعديد مننا يجد صعوبة في الولوج إلى هذه الخانة مباشرة لكن هذا هو الدور الذي يقوم بهذا الموقع فمثلا هنا نبحث عن مكانها هنا إذن هذه Children's Painting Books وللوصول إليها يجب علينا الدخول إلى الكاتيجوريز ثم اختيار Books Children's Books Children's Art Music Photography Books و Children's Art Books ثم ستجدون هذا الاختيار إذن هذه هي الاختيار التي ستقومون بتحديتها حتى تصلنا إلى الاختيار الذي اختره هذا الكاتب ثم بالنسبة للاختيار الثاني كذلك Activity Books نبحث عنها هنا إذن هذه هي Activity Books وللولوج إليها كذلك ندخل إلى البوكس Craft Hobbies Home Craft Hobbies وبالتالي سنجد Activity Books إذن هذه هي الطريقة سهلة جدا إخواني بهذه الطريقة نقوم بوضع نفس هذه الاختيارة التي قام بوضعها هذا الكاتب لكتابه وبالتالي سنقوم بمنافسة هذا الكتاب في الكاتيغوريز التي استهدفها صاحب الكتاب وكما تعلمون الكاتب حقق مبيعات محترمة في هذه الكاتيغوريز إذن كذلك كتابنا إن كان جيد وتصميمه رائع فكذلك سوف يحقق مبيعات إخواني إذن هذا هو شرح اليوم كان بسيط جدا ولكن كانت فيه معلومة جيدة حتى نقوم باختيار الكاتيغوريز الخاصة بنا بطريقة صحيحة إخواني إذن إخواني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أخته هذه هي أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول تمتم في رأيت الله شكرا 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 شكرا